منذ أن أعلنت إيران استئناف العمل في منشأة فوردو في إطار تقليص التزامتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الثرية جدية القرار الإيراني ومنسوب القلق الإسرائيلي في ازدياد التعبير الأوضح عن هذا القلق جاء على لسان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي لم ينسى كعادته توجيه التهديدات لطهران الوكالة الدولية للطاقة الثرية عقدت جلسة خصة حددت فيها أن إيران كذبت بشأن برنامجها النووي وأنا أخبركم بأنها مستمرة في الكذب على أي حال أكرر وأوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي في أي وضع كان استئناف إيران العمل في منشأة فوردو كان ردا محسوبا برأي مراقبين على قرار ترامب لانسحاب من الاتفاق النووي وهو ما يثير القلق لدى الأمريكيين أيضا للمرة الأولى بدأ الأمريكيون بإظهار علامات قلق لأن خطوة فوردو أكثر من خطوة رمزية لأغضاب أمريكا بل هناك احتمال تغيير مهم رغم عدم وجود دلائل على أن إيران ستستخدم الأمر لإنتاج سلاح نووي وإذا أتمسك إيران بموقفها أشار معلقون إلى أن كل الضغوط الأمريكية عليها لم تنفع لا في تدمير اقتصادها ولا في كسر إرادة شعبها استئناف العمل في منشأة فوردو خرق واضح وخطير للاتفاق النووي لكن ترامب لم يقدم بديلا منه والمعطيات الاقتصادية في إيران تدل على انتعاش فالعقوبات لم تثمر ولم تشل إيران المستمرة في فعل ما تريد وهناك من يرى أنها تحسن موقفها قبيل صفقة جديدة مع ترامب فيما يقدر آخرون أنها ببساطة تستغل ضعفها إقدام إيران على استئناف العمل في منشأة فوردو يدل برأي محللين على أنها تراكم قوة وثقة بالنفس فطهران لم تتخلى عن تمركزها في سوريا والعراق وفي المجال النووي فإن تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة يسمح لها بالقفز سريعا نحو امتلاك قنبلة نووية إن هي أرادت ذلك وهذا تحديدا ما يقلق إسرائيل حاليا